تمكن مشروع مركز الملك سلمان مسامل تطهير اليمن من الغامة التي زرعتها الميليشيات الحوثية خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو من انتزاع اكثر من 1200 لغم وعبوة ناسفة وبلغ اجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الان 169443 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في الاراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت اخفاءها باشكال والوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الاطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت او الاصابات الخطيرة او بتر للأعضاء